اشتركوا في القناة قامت باجراء دراسة وافية عن اوضاع وظروف نزلاء الاصلاح والتأهيل والذين يقضون العقوبات المحكوم بها بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية والقانونية منوها الى اعتماد الوزارة في اجراء هذه الدراسة على معايير مجرد لتحديد المستحقين للعفو لأسباب انسانية في ظل الظروف الراهنة وفي ضوء احكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مع مراعاة النزلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة فضلا عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الاصلاح والتأهيل ويشار في هذا السياق الى انه يجرى حاليا تنفيذا لاحكام الابعاد التي قد تكون قد صدرت ضد الاجانب الذين سيتم تنفيذ المدد المتبقية من عقوبتهم في بلادهم من جهة اخرى وبناء على التوجهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية بالمملكة بالتوسع في تطبيق احكام قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والاسرية والدواعي الانسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية لما في ذلك من صالح المجتمع فقد انتهت وزارة الداخلية الى تطبيق احكام ذلك القانون على خمسمائة وخمسة وثمانين نزيلا من المحكوم عليهم والذين قبوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها وذلك بعد دراسة اوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة واصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بابدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم وذلك بالحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية وبالالزام ببعض انواع العقوبات البديلة الاخرى